السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طالبات وطالبات التعليم الفني الصناعي النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون مخصصة لطلبة الصف الثاني تخصص تركيبات ومعدات كهربية طلبة كهرباء النهاردة هنشتغل مع بعضين مادة الرسم الفني هنبدأ في أول باب اللي هو الرموز الكهربية وخلينا نكون متفقين في الأول على أن الرسم الفني هو اللغة اللي بيتكلم بيها المهندسين وبالتالي ما ينفعش تكون حضرتك مهندس كهرباء ومش فاهم اللغة اللي هما بيتكلموا بيها علشان كده هنبدأ من الأول خالص هنبدأ ناخد مع بعضين الرموز والمصطلحات الكهربية اللي بتبقى موجودة معايا في الدوائر الكهربية وبعد كده نبدأ نركب الرموز دي مع بعضها ونحطها في دائرة كهربية سواء كانت دوائر الإنوارة أو الدوائر الأخرى ثم بعد ذلك نبدأ لحضرات نشتغل ونطلع الكلام ده ونشوفه ازاي ننفذه على المخاطات بتاعنا هنشوف معايا في الأول خالص الرموز والمصطلحات هنبدأ نعمل زي جدول بسيط كده في الجدول بتاعي حضراتكم هتلاحظوا لنا عندي هنا المسمى والرمز الخطي والرمز التنفيذي بالنسبة للمسمى ده الاسم اللي احنا المفروض نكون عارفينه أما بالنسبة للرمز الخطي هو ده الرمز اللي موجود في الدائرة الخطية والرمز التنفيذي اللي احنا المفروض نحوله أو نرثمه بطريقة نبدأ بأول حاجة بشكل الطيار المستمر شكل الطيار المستمر عامل ازاي؟ عبارة عن خط مستقيم الخط اللي موجود قدام حضراتكم ده ممكن يكون خط واحد أو يعمل عليه شرطة ماي لو يحطيلي عدد يبقى عايز يقولي انه هو اكتر من خطين مثلا وليكن اللي هو البي بالإن يبقى الطيار المستمر موجود في الدائرة الخطية كرمز عبارة عن خط مستقيم طيب نلفزه زي في الدائرة التنفيذية زي ما قلت لحضرتك لو مثلا على سبيل المثال هو كان حابب انه هو يخليك تتعامل وترسم خطين اللي هما البي والإن البي اللي هو البوزيتف يعني الموجب والإن اللي هو النيجاتيف اللي هو السلم يبقى انه ينفع ان انا احط اول حرف من الكلمة بالإنجليش او ينفع ان احط الرمز اللي هو علامة الموجب وعلامة السلم دايما وابدا بيكون الطيار المستمر عبارة عن طرفين اللي هما الموجب وسالب يعني على سبيل المثال عندنا البطارية اللي موجودة في الرمود او اللي احنا بنستخدمها عندنا في البيت هتلاقي دايما فيها موجب وسالب وبالتالي دايما احنا متعودين على ان الطيار المستمر بيكون عبارة عن طرفين اتنين فقط تمام؟ رقم اتنين اسمه الطيار المتغير هتلاحظوا حضراتكم في كلمة الطيار المتغير انه هو اغل شكل الموجة الجيبية ده دايما الرمز الخطي او الرمز اللي هيبقى موجود دايما في الدوائر الخطي مجرد ما شوف الرمز ده موجود جوه مولد او جوه محرك فهعرف انه بيقولي ان الالة دي قالت طيار متردد او قالت طيار متغير طيب نلفزها ازاي في الدائرة التنفيذية هو هنا هيقولي هيعمل خط ويقولي عليه انه هما اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة ممكن يوصل العدد عندي لخامس خطوط تمام لو خطيني اتنين بس هيكون واجه واحد بتين وعشرين اللي هو اللين ونيوترال طيب لو تلاتة ممكن يكون واجه واحد اللين ونيوترال ومعاهم خط الحماية اللي احنا بنسميه الـ MB او الـ BE طيب لو كان اكتر من كده ممكن يكون اربعة او ممكن يكون خمسة وفي الحالة دي احنا بنقول ان احنا هنا هنضيف على الشبكة بتاعتنا نقطة التعادل بتاعة النجمة اللي هي النيوترال مع الثلاث خطوط بتوعي اللي احنا بنشتغل عليه في الاول خالص عايزين نقول مع بعضين ان الكهرابة اللي احنا بنشتغل بيها او اللي احنا بنشتغل عليها بتنتقسم الى جزئين. فيه كهرابة عندنا اللي هي في المنازل اللي بتستخدم في الانارة ودي بيكون عبارة عن جهدها متين وعشرين فولتر. يعني تمام? وفيه كهرابة تانية اللي هي بتاعت المصانع او بتاعت الاحمال العالية. ودي بيسموها او تلت اوجه. ودي بيكون عبارة عن تلت لينات اللي هو اه واحد ولاين اتنين ولاين تلاتة. او ممكن نسميهم الار والاس والتي. الاتنين او المسميات عندي بالنسبة لي الاتنين يمشوا معايا. بكتب اي اسم انا عايزه او اي مسامة انا عايزه الا ازا هو فرض علي اسمه معين في الدائرة الخطية بتاعتي. بمعنى ايه? بمعنى انه في الدائرة الخطية لو قال لي ليين واحد. ليين اتنين ليين تلاتة. فاوكي تمام انا برسم وببدأ اكتب عليه هذه الرموز. الرموز دي انا هغيرها. لا ما هغيرهاش. انا هلتزم باللي الهولي في الدايرة الخطية. دايما وابدا عايزين نتفق انه في الدايرة الخطية هو بيطلب منك حاجة وانت بتنفذها له. علشان كده بلاش اه تتعدل على اللي هو قاله في الدايرة الخطية. الدايرة الخطية بالنسبة لك هي السؤال وانت هتجاوب عليها بانك انت تتحولها من خطي الى تنفيذ. تمام كده? نرجع نكمل تاني. لو انا مسلا عندي دايرة زي ما كنت بقول لحضراتكم متكونة من تلات خطوط. تلات اه موصلات او تلات اسلاك. زي ما حضراتكم ملاحظين معي شايفين? اه عبارة عن خط اهو. والخط دا عليه التلات شرط ميلين. معناه ان انا هنا بقوله ان دا عبارة عن خط عليه اه تلات موصلات. طيب ننفذه ازاي? عادي جدا هرسم تلات خطوط. والتلات خطوط بتوع بيكونوا بيبدأوا مع واحد وبينتهوا مع بعضيهم. لازم ان يكون الشغل والتنصيق بتاعي اه واضح جدا معايا. لان الرسم الفني كلنا بنعرف نرسم لكن مش كلنا بنرسم والرسمة شكلها كويس. علشان كده اللي بيفرقك عن زميلك وهو ياخد درجة اعلك بالرغم ان انتو الاتنين حالين صح هو شكل الرسمة بتاعتي. تمام? طيب بعد كده ايه ده بقى? ده اسمه المصهر. ايه هو المصهر ده? بيسموه الفيوز. برضو ما عرفتوش. الفيوز او المصهر موجود بيبقى موجود دايما للحماية. ووظفته هنا موجودة انه لما الطيار يزيد بسبب اي مشكلة في بتاعتي. هو بيبقى جواه شعيرات آآ لقيقة. شعيرات دي بتبدأ تسيح وبالتالي بيفصل. ما بقاش موجود دلوقتي? آه ما بقاش موجود دلوقتي. بقى موجود بديل عنه عندنا في المنازل. المفتاح الاوتوماتيكي اللي بيبقى موجود فوق العداد بتاع الكهرباء. اللي هو مجرد ما تفصل افلة يجي الراجل ده يتدخل ويجي فاصل ونحل المشكلة بتاعتنا ثم نرجع مرة تعاني. تمام? طيب في دارة التنفيذية نفس الرمز بالزبط اللي هو المستطيل اللي جواه خط مائل. تمام? وبالتالي هنا بنقول ان الرمز بتاعي الخطي هو التنفيذي. ولكن هنا بيذكر لي العدد بتاعي. تمام? طيب نخش بعد كده على حاجة اسمها المصباح. اللامبة العادية بتاعتي. وهنا هنفرق ما بين اللامبة العادية وما بين اللامبة الفلوروسينت او اللامبة النيون. تمام? رمز اللامبة العادية بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين عبارة عن دايرة جواها اكس. وده معناها ان ده الرمز الخطي بتاعي. وخلي بالكو هيبقى هو نفسه الرمز التنفيذي. لكن في الرمز التنفيذي انا بخرج الترافين اللي انا بوصل عليهم. تمام? يبقى المصباح الكهرافي ده اللي انت تقصد به ايه? تقصد به المصباح العادي? اه هو ده بالنسبة لي المصباح العادي بتاعي. طيب نكمل كلامنا رقم اتنين. هنخش بقى على المفاتيح. المفاتيح عندي هنا اربع انواع. ابدأ بالمفرت والمفرت زي ما حضراتكم شايفين معايا عبارة عن دايرة وفيها ريشة واحدة. وفي الحالة دي برسمه في الدائرة التنفيذية عبارة عن نقطتين والضرار بتاعي او الضغط بتاعي اللي انا برسموه معايا. بصوا حضرات. اه خلينا نكون متفقين على ان احنا في الرمز الخطي. هنعمل حاجة مهمة جدا. هنقوله ان الرمز الخطي بالنسبة لي الدائرة عبارة عن مفتاح. لو ريشة واحدة يبقى ده مفرت. لو ريشتين يبقى مجوز. لو ريشة واحدة تانية عكسها يبقى سلم. لو اربع ريش يبقى اسمه مفتاح تصوب. اذا هنا الرمز بتاعي اللي انتوا حضراتكم شايفينه. الريش هنا بتعبر على نوع المفتاح بتاعي. قلنا لو ريشة واحدة بس بقى اسمه مفرد. لو اصبح الريشتين يضيشتين من فوق اسمه مجوز. لكن لو ريشة والتانية عكسها اسمه مفتاح سلم او مفتاح طرف. ولكن لو الاربع ريش موجودين عندي بنسميه احنا هنا مفتاح ايه بنسميه مفتاح تصالب احنا نرسمه ازاي برضو علشان دي نقطة من النقطة المهمة اللي بتقابلنا او بتقابلنا فيها مشكلة مبدئيا احنا بنقول احنا بنعمل دايرة فوق ودايرة تحت وهنا لحظوا حضراتكم ان الدايرتين مفتوحين شكلهم ابيض بمعنى اصح وعندي الريشة بتاعة المفتاح بتاعي وبعد كده لان ده مفتاح مش ضاغط فبعمل ايه بصوا معايا كده ها بامشي كده واعمل علامة السبعة كويس وبعد كده امشي وحط حرف في في الاخر يبقى ده كده بيمسل الريشة بتاعتي اللي انا عندي في البيت اللي انا بضغط عليه هيديني صفر او واحد اللي هو ايه الان والقف اللي هو اللمبة تشتغل او اللمبة تفصل يبقى ده الشكل او الرمز بتاعي بتاع المفتاح بتاعي لو كان المفتاح مفرد طيب لو كان المفتاح مجوز يعني ده حضرتك الرمز ده بتاع المفتاح المفرد اه اللي هو ده كده مفتاح واللي ريشة واحدة بس طيب لو كان المفتاح مجوز هيكون الرمز بتاعه بالشكل ده كده الريشتين موجودين عندي من فوق. كويس? لكن بما انه هو مجوز بما انه مجوز فالراجل ده بيقول ان هو عبارة عن اتنين من المفتاح المفرد. ازاي? يعني هعمل مفتاح مفرد خاص بنفسه. كويس? وبرضو ليه ضاغط او ليه زرار اسف. ومفتاح كمان برضو ليه الزرار بتاعه. كويس? خلي بالك ان الاتنين مستقلين عن بعضهم. لكن دايما انا بعمل ايه? بقفل النقطتين دول على بعضهم كده. باخد منهم طرف واحد بس. يبقى الداخل بتاع المفتاحين بظل الوحدة. بظللها اهو. ودي بتبقى مفتوحة. ودي اللي انا بوصل عليها. المفتاح التالت اسمه ايه? اسمه مفتاح طرف. وفيه ناس بتسموه مفتاح سلم. شايفين الريشتين عكس بعضهم. الريشتين هنا عكس بعضة معناها ايه? معناها ان ده مفتاح طرف سلم. طب بنرسمه ازاي? بيكون عبارة عن تلات نقاط. كم نقطة يا شباب? تلات نقاط. احسنته. التلات نقاط دول دايما وابدا الريشة بتاعتي بتكون ملمسة على واحدة من الاتنين اللي فوق. يعني مينفعش اسيبها في الهواء كده. مينفعش اسيبها زي المفرد مثلا او زي المجوز. لازم ان تكون الرشة بتاعت ايه? لازم ان تكون الرشة زي ما انتو حرقكم شايفين كده. ملمسة على نقطة من الاتنين دول. ليه مستر? لان في الاخر المفتاح بيلمس او بيرايح على واحدة فيهم. لازم بيكون موصل مع واحدة ومفصول من التعميم. لكن لانه هو مفتاح فشكل الزرار نفسه او شكل المفتاح نفسه واحد اللي هو الشكل اللي احنا متعارف عليه اللي احنا متعاودين عليه دايما كل مرة. تمام? طيب المفتاح الرابع والاخير اسمه مفتاح ايه? اسمه مفتاح تصالب. اربع ريش ادي اتنين و ادي اربع. الاربع ريش زي ما تحضراتكم شايفين بيمثلوا مفتاح التصالب بتاعي. ممكن حد هنا يسألني يقول لي رسمته وشكلها صعب شوية في الكتاب. تمام? عايزين نعرفها بطريقة سهلة. شفت المفتاح الميجوز ده? شايفو? عايزين نرسل مفتاح ميجوز زي والزبط. تعرف? اه اعرف. ما فيش مشكلة سهلة خالص. اهو. ادي واحد. ادي اتنين. و ادي نقطة. ادي اتنين. و ادي الريشة بتاعتي. و ادي الريشة بتاعتي. صح كده? اهو نفس المفتاح بالزبط. بس هنا المفتاح ده ليه كم زرار? ها? ليه اتنين? كل واحد فيهم مستقل بنفسه. لكن هنا هعمل حركة كويسة خالص. هخلي الريشتين دول بيتحكم فيهم مفتاح واحد. تقصد اقول ايه يا مستر? اقصد اقول لحضرتك ان الريشة اللي موجودة قدامك دي كده هتبقى بالنسبة لك هي لزهرة برا. برا العلبة بتاعتك عبارة عن مفتاح واحد بس. هضغط عليه. هيغير وضع النقاط اللي موجودة قدام حضرتكم الاتنين دول. طيب الوضع ده كده خلاص? انت كده خلصت? لا طبعا. ما هو عشان هو تصالب ففي نقطتين كمان زيادة. بحط انا اتنين هنا فوق زيادة. يبقى اصبح فوق اربعة وتحت اتنين يبقى كده كم نقطة? ست نقاط. طيب. الست نقاط بنسيبهم مفتوحين? لا طبعا. بنقفر الاتنين دول مع بعض كده. اصبحوا الاتنين اللي يجم اكنهم نقطة واحدة بس. وبيخد الاتنين اللي برا مع بعضيهم برضو اكنهم نقطة واحدة بس. يبقى انا هنا عندي ها? لحظين معي ظللت واحدة وسبت التانية مفتوحة. ليه? لاننا لما هوصل مجرد ما وصلت على النقطة دي كده هتلاحظوا حضراتكم معي ان الطيار هيمروا في النقطة التانية. وبالتالي انا مش محتاج ان انا هوصل على النقطتين بتوعي. قبل ما اتحرك من هنا انا حاسس ان حد فيكم بيسألني بيقول لي النقطة الصامرة دي او النقطة المزلالة دي. ايه الفرق ما بينها وما بين النقطة البيضة بتاعتك او النقطة اللي مش مزلالة. النقطة الغير مزلالة دي بنسميها احنا اتصال مؤقت. يعني ايه يا مستر اتصال مؤقت? معناها ان ان انا هنا باتكلم عن نقطة موجودة في مفتاح عبارة عن مصمار. اقدر بالمفك بتاعي افك اه المصمار واركب السلك والعب وبالتالي اقدر اعمل العملية دي مئات المرات ما عنديش مشكلة اطلاق. تمام? عشان كده دايما هتلاحظة ان النقاط المفاتيح بتكون نقاط مفتوحة او نقاط مش مزلالة. طيب لو كانت الدايرة بتاعتي مزلالة كده سودة كده. ده معناته ايه? ده بنسميه احنا اتصال دائم. اه ايه اتصال دائم ده بنشوفه فين? ده بيحصل في البواطن اللي عندنا في البيت. عارفين حضراتكم البواطن اللي في البيت? اللي بيجمعوا فيه الاسلاك. اللي بيحصل فيه كلقاتي انه هما بيجمعوا الاسلاك كلها فبيلحم الاسلاك في بعضيها. وبالتالي عشان يلحم الاسلاك دي ببعضيها وتظهر معانا. بيبدأ هو اه يقول ان اتصال ده دائم لانه ما بيتفكش. الا اذا لا تقدر الله حصلت مشكلة في البيت. وهنغير من مرة واتنين التواصلات بتاعتها. لكن في الحالة العادية الكلام ده ما بيحصلش معنا. تمام كده يا شباب? طيب. الكلام اللي احنا قلناه دل المفتاح المجوز زي مؤتلك الرشتين. الرشتين مكانهم من فوق. وفي الدائرة التنفيذية بتاعتي لما اجي انافزه عبارة عن اتنين مفتاح مفرد جنب بعضيه. المفتاحين مفرد اللي جنب بعض زي ما تشايفين بعمل ما بينهم كبري من تحت يعني بقفل النقطين على بعض. وظل الوحدة فيهم وبسيه بالتانية مفتوح. المفتاح اللي بعد كده اسمه مفتاح سلم. وفي ناس ثانية بتسميه مفتاح طرف. واحنا بننفس الدواري الكهربية. هنعرف الاسماء دي خدوها ليه? او اه السبب اللي هم اخدوا الاسماء دي علشان خطرها. تمام? في الدائرة التنفيذية عبارة عن ايه? اهو نقطتين من فوق. ونقطة واحدة بس من تحت اللي عليها الريشة. ودايما وابدا الريشة بتاعتي بتلمس نقطة من النقطتين اللي الموجودين معايا. في الاخر هي ريشة واحدة بس اللي خارج عندك. اللي انت بتتحكم فيها. يعني اللي انت بتعملها اون وقف. اخر مفتاح دا لو فيها اربع ريش. الاربع ريش دولة حضرات اللي انتم شايفينهم قدامكم. همثلهم عبارة عن مفتاح وهزودوا نقطتين كمان من فوق. يبقى بدل ما هو اربع نقاط هيكون عبارة عن ست نقاط. الستة عبارة عن يتوصلوا ازاي? الاتنين اللي جوه بعمل ما بينهم كبري. مع بعض ديهم فيصبحوا نقطة واحدة بالنسبالي. والاتنين اللي من بره بعمل برضو ما بينهم كبري علشان يبقى نقطة واحدة بالنسبالي. فاصبح عندي طرفين اتنين بس فوق هوصل عليهم. وطرفين اتنين تحته بس هم اللي انا هوصل عليهم. تمام? يبقى هيخرج معايا من مفتاح التصالب كم طرف يا شباب? اربع اطراف فقط لا غير. تمام? نروح بقى مع بعضينا على حاجات تانية زي الضاغط بتاع الجرس. الضاغط ده في الدائرة الخطية هتلاقوا انه هو عبارة عن دايرة ايه? دايرة جوه دايرة. تمام? هننفزه زي في الدائرة التنفيذية. نفس الشكل بتاع المفتاح المفرد بالزبط. لكن الفرق هنا ان لو انا قلت ان دا ضاغط الجرس اللي هو دايرة وجواها دايرة صغيرة. دا الرمز بتاع ضاغط الجرس. لما اجي نفز الكلام دا وحوله الى تنفيذي هيبقى عندي النقطتين البتوعي اللي انا بوصل عليهم الاسلاك. وهيبقى عندي الريشة بتاعتي لكن هنا بصوا كده ها هيبقى عندي دا عمل دا حرف الايه. ليه? لان دا بيشتغل بالضغط اضغط عليه كده يلمس ولو شلت ايدي يرجع يفصل مرة تانية. تمام? اسمه انا بكون ضاغط عليه. لكن لو شلت ايدي من عليه مش هيشتغل ومش هيمرر الطيار الكهرابي في الدايرة. عكس المفتاح ده بقى. المفتاح لو ضغط عليه واحد يفضل شغال لحد ما انت تضغط عليه مرة تانية ويرجع للصفرة او يرجع يفصل مرة تانية. تمام? يبقى لازم نفرق ما بين شكل ورمز المفتاح وشكل ورمز الضاغط الجرس بتاعي. تمام? طيب نرجع نكامل تاني ونشوف عندي كمان المخبس او البريزة اللي احنا بنركب فيها الفيشة بتاعة الاجهزة الكهربية اللي عندنا بنسميها بقبس او بنسميها بريزة. تمام? شكلها عبارة عن خط ونص دايرة من تحت. في الدائرة التنفيذية نفس النص دايرة ولكن هنا بتكون مكررة كم مرة? ثلاث مرات. تمام? في مرة هنكررها ثلاث مرات وده لو كان فيه تقريط اما لو ما كانش فيه تقريط فيكون عبارة عن مرتين اتنين فقط. نخش بقى احنا كده خلصنا المفاتيح. وخلصنا الضاغط بتاع الجرس. خلصنا البريزة. ندخل معاكم على اللمبة اللمبة النيون. بنشتغل عليها ازاي ما? طبعا يمكن دلوقتي معظم الناس بيبقى عندها اللمبة دي بتبقى الكتروني. لكن احنا بننشح الشكل التقليدي اللي بدأ معانا. والشكل ده زي ما حضراتكم شايفين بيكون عبارة عن الاتي. هي اولا بالنسبة لي كرمز عبارة عن الشكل اللي موجود قدامكم ده. اما بالنسبة للشكل التنفيذي بتاعي. هتلاحظوا حضراتكم معايا هنا. اه لو تاخدوا بالكم. ان هنا عندي اللمبة نفسها طالع منها كم طرف او خارج منها كم طرف ها? اربع اطراف. خارج منها اربع اطراف. اتنين في الناحية دي واتنين في الناحية التانية. يبقى كده كم? اربعة. ليس ودامين بقى? ده بنسميه احنا ملف خانق. ده الملف اللي بيخنق الطيارة اللي داخل لللمبة بتاعتي. طيب ده الشكل ده عبارة عن ايه? ده بيسموه استيتر او بيسموه بادئ اضاءة. طيب الاستيتر ده حضرتك موصله من تحت. يعني واغد نقطة من هنا واغد نقطة من الناحية التانية. وصلت عليها الاستيتر او بادئ الاضاءة. اه حصل. طيب اوصله من تحت. ولا اوصله من فوق. ما يفرقش معي على فكرة. المهم عندي انك تاخد طرف من كل ناحية فيه. تمام? طيب نكمل كلامنا. ونشوف الجرز الكهرابي. شكله عامل ازاي الجرز الكهرابي بتاعي? الجرز عبارة عن نص دايرة. ورمزه في الخطية. هو رمزه في الدايرة التنفيذة. تمام? طيب نعمل ايه? الفرق الوحيد ما بين الخطي والتنفيذي. ان هنا بقول ان الجرز في الدايرة الخطية خط وعليه عدده. لكن في الدايرة التنفيذية بيمثل هنا عدد الايه? عدد الخطوط بتاعتي. ولياكل مسلا على سبيل المسال ان هما خطين. لان دايما عندي الجرز بيكون عبارة عن خطين اتنين فقط. تمام? هنا نعمل ستوب شوية ونقول مع بعضينا ان احنا دلوقتي درسنا كل المفاتيح الكهربية سواء كانت المفرد سواء كانت المجوز او مفتاح السلم او مفتاح التصالب. درسنا ايه كمان? درسنا ضاغط الجرز. درسنا ايه كمان? درسنا البريزي. ودي الحاجات اللي احنا بنحطها عندنا في الحيطة. يعني انت لو جيت في القوضة بتاعتك وبسيط هتلاقي عندك حاجة من اللي انا بقولهم دول. دي الحاجات اللي موجودة معاك اللي انت بتشتغل عليها. تمام? طيب. خدنا بعد كده مصباحين. خدنا المصباح العادي. المصباح الكهرابي. وخدنا بعد كده المصباح التاني اللي هو كان اسمه الفلوروسينت او اللمبة الفلوروسينت. فرقنا ما بين الاتنين قلت ان المصباح العادي بيكون له طرفين اتنين بس. لكن المصباح الفلوروسينت بيكون له كم طرف اربع اطراف. مع بعضينا دلوقتي هنرسم شكل اللمبة الفلوروسينت علشان في ناس بتقول انا مش بعرف هرسمها. كل اللي احنا هنعمله هنمشي بشويش خالص. وهنقول ازا جاء في الداير الخطية وقال لي ان ده كده رمز اللمبة بتاعتي. شايفيني ازاي? وجواها حرف الاكس. ويقولي اني طالع منها آآ خطين. تمام? طيب انا هنفزها ازاي تنفيزيا احاولها ازاي? نفس الرمز ده بالزبط. اهو. تمام? وهنا عندي الطرفين بتوعي. عندي طالع من هنا طرف. ايه دي الطرف التاني. يبقى الناحية دي طالع منها كم طرف? اتنين. نفس الكلام هنا برضو. ايه دي طرفين. يبقى كده كان اربعة. اتنين هنا. واتنين هنا. عندي عنصرين. العنصر الاولاني سميته ايه يا شباب? سميته بادئ الاضاءة. او الراجل ده اللي هو بيساعد اللمبة ان هي تقوم وتشتغل معي. ده الرمز بتاعه. ياخد الطرف ده. وياخد الطرف ده. كويس? يبقى انا خلصت من مين? خلصت من حاجة اسمها بادئ الاضاءة. اسمه على مسمة. يعني ايه اسمه على مسمة? يعني الراجل ده هو اللي بيخلي اللمبة بتاعتنا تبدأ في عملية تشغيل. لان دي اسلاك اهربة يا شباب. فخلوا بالكوا اسل كده انا مؤخدواتني. تمام? الفوا بمعنى اصح. ودخلوا على الملف الخانق بتاعي. وطبعا بابدأ ازلل. لكن بناكد دايما لما يكون عندنا ملفات هتتزلل. ما بنزللش الملفات بتاعتي الا لما نخلص الرسم خالص. يخرج معاك كم طرف هنا قدي طرفين. قدي طرف وادي الطرف التاني. علشان نميز الملف الخانق بنعمل قدامه خطين كده عشان نقول ان ده رمز الملف الخانق بتاعي. يبقى مجرد ما حضرتك شفت الرمز ده كده قدامك مجرد ما شفته انت حولت الكلام ده من خطي الى تنفيزي. تمام? يبقى ده المصباح الفلوروسينت. طيب المصباح العادي عامل ازاي? المصباح العادي شكله مختلف بقى. ازاي دايرة في الرمز الخطي? جواها حرف الاكس. هي هيها برضو دايرة في الرمز التنفيزي جواها حرف الاكس. ولكن هنا بيكون خارج عندي كم طرف? خارج عندي طرفين اللي انا هوصل ما بينه. خلي بالكم للي ركز معايا هيقول لي ما برضو الفلوروسينت في الاخر طلع منها طرفين اتنين فقط. صح? برافو عليك. لان هي في الاخر وجه واحد. يعني تتشغل على متين وعشرين. هتاغض الطرفين. لكن الطرفين دول حضرتك خرجتهم بعد ما عملت التوصيلات الداخلية بتاعت اللمبة. يعني بعد ما اضفت بالل الاضاءة. وبعد ما اضفت الملف الخاني بتاعك. وفي الحالة دي قدرت انت حضرتك تحصل على الطرفين بتوعك اللي انت هتوصل عليهم. لكن في اللمبة العادية او من الصباح العادي بيكونوا الطرفين موجودين اصلا جاهزين في الدواية او في اللمبة بتاعتي. مش محتاجين ان انا ابص عليهم او ان انا اتعامل عليهم. تمام? يبا احنا كده تعلمنا مع بعض ازاي نرسم اللمبة الفلوسينت. وازاي نحط المكونات بتاعتها علشان نقدر نتعامل ونقدر نوصلها بسهولة. تمام? هنرجع تاني نبص على شغلنا. ونقول ان فيه كمان عناصر اخرى. زي مين? زي القفل الكهرابي. القفل الكهرابي ده يا شباب. بيحطوه في الابواب. واللي يأكل مسلا باب العمارة او باب فيلا. وليها صور ومكان بعيد. وبالتالي بدل ما انا همشي المسافة كلها لحد الباب او انزل السل مسلا عشان نفتح الباب. لا. احنا هنركب الباب ولكن الافل ده هيكون افل كهرابي. تمام? الافل الكهرابي ده يا شباب? احنا بنضغط على الضغط يمرر له طيار يجي فتح الباب وبالتالي وفر لك مجهود انك انت تنزل من الادوار العليا عشان تفتح الباب وتدخل الناس اللي انت حابب ان انت تدخل. تمام? طيب رمز عامل ازاي في الدارة الخطية? مستطيل واخره مسلس. شايفين حضرتكم اهو. ادي المستطيل بتاعي اهو واخره المسلس. ودايما بيجي هنا خط ويقول لك عليه انهم عليهم طرفين. طيب تنفيزيا ننفزه ازاي? ازاي كنا ننفزه تنفيزيا? عادي جدا. نفس الرمز بتاعي. ولكن هتلاحظوا هنا حضرتكم ان هم الطرفين بتوعي ظهروا معي اهم. ادي الطرف الاولاني و ادي الطرف التاني. ازا هنا احنا بنتكلم على ان الرمز بتاع القفل الكهرابي في الخطي هو التنفيزي. ولكن اختلفت عندي عدد الاسلاك بتاعتي. طيب الدايرة كلها اللي انت بتنفيزها دي هتجمعها فين? وده من الاسئلة المهمة جدا اللي انت عايز تشتغل بيها او اللي انت عايز او حابب انك تشتغل عليها. الدايرة دي علشان اشتغل عليها او انافزها بطريقة كويسة لازم ان انا انافزها صح. طيب اتنفيزها صح ازاي? لازم اناعمل او اركب حاجة اسمها بواط او بيسموه علب التفريع. البواط ده فكرته بمنطقة البساطة انه هنا بيقدر ادخل واخرج منه الاسلاك الكهربية. يعني ادي داخل هنا مسلا ولكن داخل هنا يتجمع. الحم اللحمات بتاعتي جوه البواط. وفي الاخر اخرج زي ما انا عايز. عايز اعمل تفريع هنا عشان اركب مفتاح. عايز اعمل تفريع هنا اركب لمبة براحتك. انت حر. في الاخر انت عندك المجال مفتوح انك تتحرك فيه الاربع اتجاهات. طيب. ده في الرمز الخطي في التنفيزي. بيكون عبارة عن مربع. المربع ده لو الخطوط كلها سليمة. يعني ما فيهاش تقريط. بعمله عبارة عن شرطة نقطة وده بيقى شكله احسن وشكله اشيك شوية. تمام? دايما للحمات لازم تكون جوه البواط بطاع. يعني ما ينفعش ان حضرتك تلحم برا البواط. هتلحم. لحم جوه الايه? جوه البواط بتاعك. بعد كده بقى قلت لازم انا فرق ما بين كلمة اتصال دائم. وما بين كلمة اتصال مؤقت. النقطة صمرة معنا كده نده اسمه اتصال دائم. يعني انا عملت عملية لحام. جبت السلك ولفيته على سلك اخر. ولفيت عليه مشروط اللحام بتاعي. طيب لو اتصال مؤقت في الاتصال المؤقت بنقول ان احنا بيكون عندنا النقطتين بتوعي او النقطة بتاعتي اللي موجود اللي احنا بنتكلم عنها بتكون النقطة بيضة مش مزللة. وده معناه ان انا هنا احط مصمار وهربط وفك وممكن اقدر اكرر العملية دي اكتر من مرة من غير ما اثر على عملية التوصيل بتاعتي. تمام? طيب. نخش بقى على اجهزة القياس. وقابل ما نتكلم في اجهزة القياس. خلينا نقول مع بعضينا ان احنا لما اشتغلنا وتكلمنا على الرموز والمصطلحات. لازم كويس جدا تبقى فاهم ازاي تتعامل معها. وانك تبقى فاهم من مشاهديك الاسم او المسمى. لا هو هيديك الرمز الخطي. وانت حضرتك هتحوله من خطي الى تنفيذ. لكن انا بعرفك الاسم والوظيفة عشان حضرتك تبقى عارف ايه اللي انت عايزه من المفتاح او من العنصر اللي انت ركبته في الدايرة. وبالتالي تقدر تسفيد منه الاستفادة الموصلة بتاعتك. تمام? احنا كده خلصنا او انتهينا من الرموز الكهربية. نبدأ بقى ندخل على اجهزة القياس الكهربية المختلفة اللي احنا محتاجين نحطها في الدايرة بتاعتك. خلي بالك اجهزة القياس هي يعنيك اللي بتشوف فيها اللي بيحصل جوه الدايرة بتاعتك. يعني انا عايز اعرف الطيور. عايز اعرف الجوت. عايز اعرف المقاومة. محتاج اعرف قيمة حد منهم موجود في الدايرة بتاعتي. فكل اللي انا بعمله بمنطقة البساطة. اني بحط الجهاز بتاعي فبيسل القيمة بتاعتي. لكن خلي بالك ان كل جهاز دي رمز وليه طريق التوصيل مختلف عن الجهاز الاخر. فعشان كده هنبدأ ندسهم كلهم بالتفصيل ونعرف الفرق ما بين كل جهاز والاخر. نروح مع بعضين نشوف. اول جهاز عندي هو جهاز الفولتاميتر. اول جهاز مجهاز ايه? الفولتاميتر. وهتلاحظوا حضراتكم ان انا هنا لما بكتب لك العنوان بقول لك ان الجهاز الفولتاميتر ده مسلا يعني بيتوصل على التوازي مع الشبكة بتاعتك. يعني ايه بيتوصل على التوازي? هو في توازي وفي حاجة تانية اه في توالي وفي توازي كل جهاز فيهم لطريق التوصيل مختلفة. يمكن احنا قلنا الكلام ده او حضراتكم سمعتوه من اساتكم في المدارس ان الفولتاميتر او الاميتر عبارة عن كلمتين. فولت لحد هنا بس كده ودي وحدة القياس بتاعتي. اما كلمة ميتر فدي كلمة بالانجليش معناها بالعربي جهاز. يبقى الجهاز اللي بقيس الفولت. عشان كده في الامبيروميتر او الاميتر احنا بنقول امبيروميتر امبير عشان طيار. وميتر يعني كلمة جهاز. وهكذا. يبقى دايما خليك فاهم معي وكويس جدا ان هو هنا بيقولك ان الجهاز اللي احنا هنسميه هنسميه عبارة عن حاجتين. نص الكلمة الاولاني اللي هو الواحدة القياس. فولت ميتر. فولت او امبيروميتر يبقى امبير او وات ميتر. والنص التاني اللي هو دايما مشاركين فيه اللي هي كلمة ميتر اللي هي معناها بالعربي كلمة جهاز. الفولتاميتر بانه بيتوصل على التوازي. وهو بيقيس فرق الجهد اللي موجودنا بين النقطتين عندي. علشان كده انا بوصله على التوازي. يبقى الفولتاميتر بيعمل ايه? هيقيس لي فرق الجهد ما بين نقطتين. عايز اعرف الفرق ما بينهم الاتنين دول بكام. وبالتالي لازم ان هنا توصله على التوازي ما ينفعش توصله على طرف واحد فقط لا غير. طيب. شكله عامل ازاي في التوصيل المباشر. في التوصيل المباشر هنا بنقول اننا بيكون الشكل بتاعي او الرمز بتاعي دائرة وجواها حرف الفي. زي ما حضراتكم شايفين? ممكن بدل مرسم الدائرة وجواها حرف الفي. لا انا ممكن ارسمها كملف. يعني ايه هرسمها كملف? هتلاحظ حضرتك هنا ان الملف بتاع اللي هو المظلل ملف ولكن واقف رأسي. واقف هوا. شايفيني واقف ازاي? تمام. يبقى هنا انا وصلتها على التوازي. فين وصلت على التوازي? اهو. على التوازي معناها ان انا خدت من الطرف الاولاني وخدت من الطرف التاني. طيب يا مصر بعد اذنك لو سمحت. هل في فرق بين الاتنين? لا ابدا ما فيش فرق خالص. هو هنا في الرسمة الاولانية كان بيقول هنا معاه ان ده شكل الشاشة من برا. لكن انا هنا كنت دخلتك جوه الجهاز ووريتك الملف اللي مفروض ان هو بيقوم بهذه العملية. عشان كده قلت لك ان دايما وابدا هنكون متفقين على ان الجهد دايما بيكون ملف بتاعه رأسي. يعني بالبلد كده هيكون واقف معي. تمام? الجهاز التاني اسمه جهاز الامبروميتر او فيه ناس بتختصره وبتسميه جهاز الامبروميتر او جهاز الامبروميتر بتاعي دايما وابدا يا شباب بنوصله على التوالي مع الشرك. ليه? لان احنا محتاجين ان احنا نقيس شدة الطيار اللي بيمر في الموصل بتاعي. وبالتالي لازم الطيار بتاعي يدخل ويمر جوه الجهاز. شايفين ماشي ازاي? طيب طيار لو ممرش جوه الجهاز ازا هنا انا مش اقدر ايسه. يبقى هنا اه لما انا قلت لحضرتك كلمة توالي وكلمة توازي أنا بقول بناء على وظيفة الجهاز هو محطوط في الدايرة ليه ومحتاج أن أنا يعمل إيه أو إيه المطلوب منه في الدايرة بتاعتي الفولتاميتر بيقس لي فرق الجهد ما بين نقطتين عندي نقطة ونقطة أنا عايز أقسم بينهم فرق الجهد بتاعي وبالتالي الجهاز لازم أن يكون كل طرف منهم على سلك من الأسلاك بتاعتي عشان يقدر يقول لي خلي بالك الفرق ما بينهم مثلا يعني مثلا 220 فولت يبقى أنا هنا عرفت قيمة فرق الجهد ما بين النقطتين لكن الأميتر لما أنا كنت بوصله في الدايرة بتاعتي فكنت بقول بمنطقة البساطة أنه هيقس لي شدة الطيار اللي مر في الموصل علشان كده أنا كنت مسميه إيه يا شباب؟ كنت مسميه أميتر أو أمبيروميتر طيب الأمبيروميتر بتاعي اللي هيقس لي شدة الطيار ده مش لازم أن الطيار يمره جواه؟ آه لازم عشان كده هنوصله على التوالي تمام؟ طيب نفرقهم إزاي؟ هنقول دايما أن الجهد الملفي بتاعه بيكون قايم واقف يعني رأسي والطيار الملف بتاعه هيكون نايم يعني هنسميه أفق يبقى بالبلد كده نقدر نقول واحد فيهم هيكون قايم يعني واحد فيهم واقف والتاني هيكون نايم اللي هو ملف الطيار اللي أنا قلته على فكرة في الأميتر وفلتاميتر هينطبق كمان على أجهزة القياس كلها يعني لو عندي جهاز في ملفات جهد أو ملفات طيار الكلام ده هينطبق عليهم برضو مش نبقى فيه فرق ما بينهم وبالتالي احنا هناخد قاعدة وهنطبقها على كل الأجهزة اللي عندنا ان الطيار بيكون أفقي وان الجهد بيكون رأسي طيب يا مصر لو سمحت لو أنا رسمت دايرة وحطيت جواها حرف الايه في مشكلة لا ما فيش مشكلة خالص لكن أنا كنت حابب ان انت ورقتك تكون مميزة فتعرف المصر بتاعك تقوله خلي بالك أنا عارف الجهاز من جهاز بيشتغل ازاي وعارف كمان شكل الملف بتاعي اللي هو بيتكلم عنه الجهاز بتاعي طيب نرجع نكمل تاني نقول ان هو فيه طرقتين من الرسم ممكن نرسمه كاملة في افقي او ممكن نرسمه كدايرة جواها حرف الايه وفي الحالة دي يبقى انا هنا اتكلمت على الجهاز بتاعي طيب نروح مع بعضنا نشوف جهاز الفولتاميتر لو انا هصله توصيل غير مباشر يعني ايه توصيل غير مباشر يا شباب كلمة توصيل غير مباشر معناها ان انا لما هاجي هوصله هوصله عن طريق محول جوت شوفوا معايا كده اهو عن طريق محول ايه عن طريق محول جوت محول الجهد بتاعي زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين بالشكل اللي قدامكم ده كده بيبدأ يخفض قيمة الجهد اللي موجود في الدايرة ويقللها بمعنى اصحة علشان يبدأ يغزيلي الدايرة بتاعتي بالجهد المنخفض اللي يقدر الجهاز يتحمله علشان كده انا قلت ان الجهاز بتاعي متوصل بطريقة غير مباشرة يعني فيه وسيط ما بينه وما بين الدايرة الكهربائية تمام طيب هل ينطبق عليه الشكل اللي انا قلت المرة اللي فاتت يعني اقدر اعمله ملف رأسي اه طبعا ما فيش مشكلة خالص هترسم محول الجهد بتاعك وهترسمه كملف رأسي عندك ما فيش مشكلة على الاطلاق طيب يبقى انا هنا قلت غير مباشر يا شباب قلت غير مباشر علشان خاطر عندي محول هو الوسيط اللي موجود بين جهاز القياس اللي هو الفولتاميتر وما بين الشبكة بتاعتي اللي هي اللي انا عايزة ايس الجهد بتاعها خلي بالكم ان احنا هنا في عملية القياس الغير مباشر لازم ان نكون عارفين عدد لفات الملف الابتدائي والسناوي بتاع المحول عشان نقدر نحره في النسبة وبالتالي نقدر نحسب قيمة الجهد بتاعي تمام طيب في حتة صغيرة بس كده عايزين نبص عليها لامكن احضراتكم اللي حضرتوها معايا ان انا هنا في الرمز بتاعي حاطت في الدايرة مصر ليه للحماية المصر هنا موجود يا شباب حطيته عشان يحمي لي محول للطيار وبالتالي احمي الدايرة بتاعتي من اي مشاكل ممكن تتعرض لها يبقى احنا هنا اتكلمنا عن الفلتاميتر وعرفنا ازاي نوصله توصيل مباشر وازاي هنوصله توصيل غير مباشر طيب الجهاز اللي بعد اسمه الايه? تمام احسنتم برافو عليه اسمه الامبيروميتر او احنا بنسميه الاميتر مباشرة يعني نخصر الكلمة ونقول الجهاز الاميتر تمام? جهاز الاميتر لما هنيجي نوصله توصيل غير مباشر هنوصله برضه هيكون في وسيط لكن الوسيط هنا هيكون محول طيار. اه يعني انت عايز تقول كده حضرتك? اه عايز اقول لك ان لما وصلت الفلتاميتر كنت اوصله بطريقة غير مباشرة كان لازم ان يكون موجود معايا محول جهد لانه هو هيقيس الجهد فمحتاج احط محول يخفض قيمة الجهد. وفي الحالة دي هتلاحظ زيما ان حجم الملفات بتاعة الجهد بتاع اه الملف الابتدائي والملف السنوي بنا يكونوا متمثلين ادى بعضيهم. يعني حجم الملف الابتدائي ادى حجم الملف السنوي. لكن لما جيت ايس الطيار حطيت محول طيار في الدايرة. في الحالة دي بنقول ان دايما بيكون الملف الابتدائي بيكون اه ادخن او اسمك من الملف السنوي. وبالتالي هنا انا بقدر افرق ما بين المحولين اللي موجودين اللي انا هستخدمه. تمام? نرجع بتاعي اللي انا كنت بتكلم عنه. اه اقدر اوصله توصيل غير مباشر. واقدر كمان ارسمه بالشكل العادي بتاعنا اللي هو دايلة وجهة حرف الايه. او ارسمه عبارة عن ملف افقي. تمام? عايزين منك حاجة اصعب شوية بقى. احنا كل اللي كنا بنتكلم في ده. كنت بنتكلم على دايرة وجه واحد. طيب لو كانت الدايرة بتاعتني سلاسية الاوجه. نعمل ايه? ها? هنا بقى بيقول لي ان هو عايز او حابب ان يوصل تلات اجهزة اميتر. يوصل كم جهاز? تلات اجهزة. التلاتة دول هيوصلهم في دايرة سلاسية الاوجه عن طريق تلاتة محول طيار. هيبقى دايرة فيها كم حاجة دلوقتي? تلاتة اميتر. وفيها تلاتة محول طيار. وفيها كمان بيقيسوا شدة الطيار في دايرة سلاسية الاوجه. طيب نشتغلها ازاي او ننفسها ازاي? في الاول خالص هو هيديك رمز او دايرة خطية بيقول لك في الدايرة الخطية بتاعتك ان دي الشبكة بتاعتي. والشبكة هنا هتلاحظوا حضراتكم ان بيمر الملف الابتدائي جزء من الدايرة. شايفين النص دايرة دي كده. دي بيتمثل الملف الابتدائي في محول الطيار. تمام? عرفتها منين سلوسية الاوجه? لان انا عندي هنا كم طرف اهم? تلاتة واحد اتنين تلاتة. بعد كده الملف السنوي نازل منه كم طرف? هنا بيقول لي ستة اطراف. ستة اسلاك. آآ نازلين عندي من محولات الطيار اللي هما تلات محولات الطيار. طيب. عندي هنا مين? الاميتر. الاميتر بتاعي هو واحد بس? لا هو حط رمز الاميتر لكن قال لي في الاخر ان هما كم جهاز? ان هما تلات اجهزة ااميتر. هنا بس سؤال بعد اذنك لو سمحت انت عرفت منين المحول ده? هيكون عبارة عن تلات محولات طيار واجه واحد. ليه ما تقولش اتنين? ليه ما تقولش واحد? لان دايما كل ملف او كل محول بيكون خارج منه كم طرف طرفين. وبالتالي الطرفين اللي خارجين معايا او اللي عندي لما اضرب اتنين في تلاتة هي ديني بستة. اللي هو عدد الاسلاك اللي موجود قدام حضرتكم ده. يبقى انا هنا حتى لو ما ذكرش عدد الاسلاك اللي نازل عندي او عدد المحولات الوجه الواحد انا اقدر من الاسلاك اقول له انا عندي كام محاولة. وهو غالبا غالبا يعني يا اما بيديني دايرة فيها ستة اسلاك. يعني تلات محولات. يما بيديني دايرة فيها اربع اسلاك. يعني محولين لاتنين فقط. تمام? عايزين بقى نعرف الفارق ما بين الاتنين. وازاي بنتعامل او ازاي بنوصل الاتنين اللي احنا بنتكلم عنه. طيب ازا كانت دي دايرة الخطية بتاعتك اللي انت بتتكلم عنها. عايزين نشوف ازاي او اه نقدر نحاولها ازاي من خطي الى تنفيزي. بصوا معايا كده. مش ويش خالص. انا هنا في الاول برسم بالشبكة بتاعتي. الار والاس والتي. والتلات اسلاك او التلات خطوط بيبدأوا مع بعضيهم وينتهم مع بعضيهم. وكمان مش كده وبس. ده انا كمان عندي ايه شباب? ها? المسافة بينهم متساوية. برافو عليكم. عشان اقدر ااخد شكل مثالي وشكل كويس. لاني عندي تلات محولات طيار فبدأت اركب محول طيار زي ما قلت لك ان الملف الابتدائي جزء من الداير. بص معايا كده شايف? اهو. الخط بيمر جواه. وده اللي قالوا هنا في الرمز الخطي. شايفين معايا كده? اهو. شايفوا النص دايرة دي? النص دايرة دي معناها اللي برا دي كده معناها ان ده الملف الابتدائي. يبقى دايما وابدا انا برسم الطيار بقى خلي الطيار بيمر داخل الملف الابتدائي بتاعي. طيب الملف السنوي بيكون لي كم طرف? بيكون لي طرفي. واحد منهم طيار والتاني بيكون ارضي. باعمل نفس الكلام ده في التلات اسلاك او التلات خطوط. بركب عليهم تلات محولات طيار. لان الطيار دايما بدايته طيار ونهايته ارضي. فاول حاجة بعملها بقفل للتلات نهايات مع بعضيهم. واوصلهم واعمل لهم علامة الارض اللي انا اعملها هدولنا حضراتكم دي دلوقتي. تمام? يتفضل عندي كان بداية تلات بدايات. انا حطت الاجهزة بتاعتي بالترتيب. ادي الجهاز الاول. التاني. التالت. كل اللي انت بتعمله ان كل محول طيار يدي البداية بتاعته للجهاز اللي موجود تحته. يبقى الاول مع الاول. والتاني مع التاني. والتالت مع التالت. يبقى انا هنا اديت محولات الطيار بتاعتي الطرف التاني منها اديته لاجهزة القياس. طيب اجهزة القياس لسه فيها طرف تاني. كل جهاز لسه في طرف متوصلش. اعمل في ايه? هاخد الطرف التاني من كل جهاز وأجمعهم مع بعضهم. ووصلهم برضو على الارض اللي موجود مع ukidame حضراتكم دلوقتي. يبقى احنا هنا دلوقتي بنقول ان الجهاز بتاعي اللي انا او الثلاث اجهزة عشان اقدر اوصلهم على محول طيار سلاسي الاوجو. او ثلاث محولات طيار وجه واحد. باخد الثلاث نهايات بوصلهم على الارض من محول للطيار. وباخد الثلاث نهايات من الاجهزة بوصلهم على الارضي. بوصل بداية المحول الاولاني مع بداية المحول اه مع بدات الجهاز الاولاني والمحول التاني مع الجهاز التاني والمحول التالت مع الجهاز التالت وبكده يبقى انا قدرت اكمل الدائرة الكهربية بتاعت الاجهزة. هنا الاجهزة كل جهاز فيهم هيبدأ يقص قيمة الطيار اللي بيمر في خط من الخطوط. يعني كل جهاز هيبقى ياخد اسم او مسمى الخط اللي هو بيقص شدة الطيار بتاعته. تمام كده? طيب. لو كان اه اربع اسلاك. يعني لو هو في الدائرة الخطية زي ما هنشوف كده مع بعضنا دلوقتي كده. قال لي لأ انا عايزك ترسم لي نفس الدايرة ولكن غير فيها وقال لي ان محول الطيار نازل منه كام? نازل منه اربع اسلاك. في الحالة دي بنعمل ايه يا شباب? في الحالة دي احنا بنرسم شبكة بتاعتنا عادي جدا ما فيش مشكلة. وبرضو بنرسم محولات الطيار برضو ما فيش مشكلة خالص. تمام? طيب ما تورينا لو سمحت عايزين نشوف بعد اذنك لو سمحت. الكلام ده حضرتك هتعمله ازاي? انا قلت هنا ان انا عندي الشبكة بتاعتي. بصوا معي يا شباب. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. اللي هم بيمثلوا مين? الار والاس والتي. يبقى دي كده بيمثل الشبكة بتاعتي شبكة الكهرباء اللي موجودة معايا اللي انا هشتغل بها او اللي انا هشتغل عليها. انا بركب هنا لانه هي قال لي اربعة فده معناها ان اربع اسلاك خارجين من محولين اتنين بس. وبالتالي في محول مش هيبقى موجود. هي دي المشكلة اللي احنا هنعرف نحلها ازاي مع بعضنا. طيب ما فيش مشكلة. آآ وريني هتعمل ايه? هحط الاول المحول الاولاني ولا يكن على اول خط. ما يفرقش معي على فكرة. ممكن هحطه على اي خط. ولا يكن هحط الاول محول. كويس. ادي الملف الابتدائي تخين. لحظين معي شكل تخين ازاي? وتحتيه الملف السنوي بتاعي بيكون نفسه الطول ولكن بيكون رفاية شوية. يبقى الملف الابتدائي تخين والملفي السنوي بيكون رفاية. تمام? مش تحتيه بقى. لا بعده بشوية. بلاش تلزق فيه عشان الاسلاك ما تدخلش منك في بعضيها وتتقاطع. بعضيه بشوية هعمل المحول التاني. ادي الملف الابتدائي اهو. شايفيني حضرات? ده الملف الابتدائي بتاعي. وهنا تحتيه نفس الطول. ولكن رفاية. ولكن ايه? رفاية. طيب بص معي كده. اللي ابتدائي بنقولها كده بالبلد كده بلغة الصناعية يقولك ايه ده ده ميت. يعني ايه ميت? مش هوصل عليه حاجة. خلاص هو متوسط اصلا مع الخط بتاع الشبكة. وانا مش هوصل عليه. وبالتالي انا لما اجرسم اجهزة القياس او اوصلها مش هبص خالص مع الملف الابتدائي ولا الملف الابتدائي في ناحية تانية. لكن اللي هشتغل عليه هو مين هو الملف السنوي. ده بيخرج منه كم طرف? ادي طرف. ادي اتنين. اعمل الاولان الطويل والتاني قصير. وده يخرج منه كم طرف برضو اتنين. ادي طرف وادي اتنين. كده في مشكلة? اديني كده تمام? اه اديني كده تمام. طيب عندك كم محاول طيار او كم اميتر? عندي ادي اميتر. عندي اميتر كمان. عندي اميتر كمان. كده كويس? يبقى انا هنا عندي كم اميتر? عندي ثلاث اجهزة اميتر. الثلاث اجهزة اميتر اللي انتم شايفينهم دول. احنا لما كان عندنا ثلاث محولات طيار فكانت القصة سهلة. يعني ايه? كنا بنيجي واخديني النهاية دي. مع النهاية دي كده. ولياكل مسلا. وننزل بيها ونقول ان دي الار دي بتاعي. صح كده? فكانت القصة سهلة بالنسبة لي وانا عارف انا بعمل فاعل. لكن المشكلة لما جيت اعمل كده لقيت ان انا عندي اتنين محول طيار فقط لغير. التالت هحل المشكلة بتاعته ازاي? اهو. كل اللي انا هعمله هوصل اه اول محول طيار مع اول جهاز. مع اول اميتر. كويس? ووصل تاني محول طيار مع الجهاز التاني. كده تمام? يبقى انا كده اخلص من اين? من جهازين. لسه يا مصر في مشكلة. فين المشكلة? المشكلة اللي عندي? ان ده ملوش محول فوق. هنوصله ازاي? سهلة جدا. بصت الحركة دي كده. ناخد الطرف التاني ده. مش ده كنا بناخده هو وده بناخدهم مع بعضيهم الاتنين ونقفلهم على بعض ونوصلهم على الارض اه فعلا كنا بنعمل كده. لا ما عليش استعنا شوي. هتعمل ايه? اطلع الاول ادي للاميتر التالت للجهاز التالت. يبقى الخارجي من الاتنين دول يتجمع ودخلوا على الجهاز التالت. ومن الجهاز التالت اطلع ادي للارض بتاعت. شفت احنا حالينا المشكلة ازاي? يبقى كانت عندي مشكلة ان ده ملوش محاول طيار. وفي نفس الوقت عايزينو يشتغل. فنشغلو ازاي? حطينا الاتنين دول مع بعضيهم وصلناهم على المحاولين. ونحاول التالت عشان مش موجود. فحطينا التالت وخدنا الخارجي بتاع المحاولين. الاتنين دول. ودخلناه على الاميتر التالت. وخرجنا منه وراحنا رايحين على الارض بتاعي. يبقى انا هنا اقدر اتغلب على مشكلة ان يكون عندي اربع اسلاك فقط لا غير. يعني محاولين اتنين بس. بالرغم ان انا عندي في الدايرة بتاعتي كام جهاز? عندي تلات اجهزة قياس. تمام? يبقى احنا كده عرفنا ازاي نوصل اميتر وجه واحد في دائرة ثلاثية الاوجر. في دائرة ثلاثية الايه? الاوجر. طيب. نرجع نبصه مع بعضين هنلاقي ان هو ده اللي قاله بالزبط. قال انه هيستخدم محاول طيار او اتنين محاول طيار واجه واحد. ويوصلهم. ونفذ الكلام ده زي ما احنا عملناه دوقتي مع بعضينا بالزبط اهو. دخل الاولاني دخل عليه اول محاول طيار. والتاني نفس الكلام. جمع الخارج بتاع الاتنين. وراح مدخله على الجهاز التالت. ومنه راح الى علامة الارض. يبقى انا هنا ادرت اوصل جهاز الاميتر بطريقتين. وعرفت ازاي تغلب علم المشكلة اللي كانت موجودة معي. طيب. آآ عايزين منك بقى حاجة تاني بقى. عايزين الفولتاميتر. ازاي تتعامل مع الفولتاميتر. الفولتاميتر هنا لان هما آآ هيكونوا تلاتة. وبرضا هوصلهم عن طريق محاول الجهد. فكل اللي انا هعمله ان خارج عندي من الملفات بتاعتي تلات اسلاك. بسيطة جدا. آآ لو سمحتوا بصوا معي هنا كده. هنشوف مع بعضين هنحلها ازاي. انا عندي وليكن عندي ادي الطرف الاولاني. الطرف التاني. الطرف التالت. دول اللي خارجين من اين يا شباب? دول اللي خارجين من محاول الجهد بتاعي. مزبوط كده? كل اللي انت هتعملو انك هتيجي ما بين واحد واثنيه وتوصل اول جهاز. يبقى ده الفولتاميتر رقم واحد. ما بين اتنين وتلاتة ما بين اتنين وتلاتة هتوصل الجهاز التاني. أنا كده وصلت كم جهاز لحد الوقت هي اتنين. دا بيقسم بين واحد واثنين. دا بيقسم بين اتنين وتلاتة. وليكن دول اللي هما مين? ار واس وتين. طيب الجهاز التالت يركب فين? ابدأ اركبه هنا انا كده? واقول له ايه? انت بقى هتقسم بين مين ومينها ما بين واحد وتلاتة. يبقى الجهاز الاولاني بيقسم بين الار والاس. الجهاز التاني بيقسم بين الاس والتي. الجهاز التالي بيقسم بين الار والتي. وفي الحالة دي حضرات انا هنا قدرت اتغلب على المشكلة بتاعتي. وقدرت اوصل التلات اجهزة بطريقة مباشرة. معايا لو سمحتوا نرجع ونكمل ونقول ان احنا ممكن نوصل جهاز واحد بس عن طريق مفتاح اسمه مفتاح قلاب. والمفتاح القلاب يا شباب في كرتب منطقة البساطة عامل زي مفتاح الصراعات بتاع المروحة بالضبط. بياخد الخارج اللي خارج من اه المحول اللي هما التلات اطراف. وابدأ ادخلهم على المفتاح بتاعي. لاحظوا معايا حاجة كده. ادي عندي هنا طرفين. ودي هنا طرفين تحت. ودي طرفين في الجنب ده يبقى كده كده كم ست. الست نقاط دول انا بوصل كل اتنين مع بعضيهم وياخدوا خط من الخطوط التلاتة اللي جايين عندي. يبقى ادي الستة على اتنين فيها التلاتة. كويس? عندي بقى المفتاح نفسه ليشة. يعني لي بقرة كده ببدأ اتحرك ما بين واحد واثنين او ما بين اتنين وتلاتة. وتأفر ايا كان الوجهين اللي انا عايزة اسمه بينهم. عشان اعمل الكلام ده او عشان ايسي الكلام ده يا حضرات. هتلاحظوا معايا في الريشة شكلها كده اه مش كلها مظللة. ولا كلها بيطة. ازاي? من اول نقطة الاتصال لحد القوس ده كده. لحد النقطة دي كده. ده مظلل. وده عندنا في الكهرباء بنقول ان الحتة دي قطعة معدنية. عشان يوصل الطيار من النقطة دي الى الريشة دي. نفس الكلام. الناحية التانية برضو من اول نقطة الاتصال لحد القوس بتاعي اللي انا باخد منه طرفه ووصله على الفولتاميتر بيكون مظلل. يبقى معنا كده ان الحتة دي مظللة. والحتة دي مظللة. طيب النقطتين اللي في النص او اللي في النص ده الاوسط ده بيكون ايه? ده بيكون ابيض مش مظلل. ليه بتعمله ابيض مش مظلل? لان بمنطقة البساطة انا لو ظللته هيبدأ هنا يقول لي ان الجهاز بتاعي او ان الحتة دي كلها اصبحت معدن وبالتالي هتبدأ تمرر عندي الطيار بتاعي. يبقى احنا هنا حلينا المشكلة وبدل ما كنتي بستخدم ثلاثة فولتاميتر. لا انا بستخدم فولتاميتر واحد بس وبشتغل عليه. في حتة بس صغيرة عايز اقولها لكم ان اه لو حضرتكم تلاحظوا شكل المفتاح او شكل المحول التقليد اللي موجود معاكم شايفينه حضرتكم? شكل التقليد ده اللي احنا بنتكلم عنه هنا عبارة عن بيكون عندي ملفين في الابتدائي وعندي ملفين في السنو. وبيخرج منه طلت اطراف ويمكن دي كان اه كان موجود زمان. لكن دلوقتي بقى بيشتغلوا بنظام مختلف شوية بقى بيعمل اه بدل ما يعمل ملفين بس في الدخول والخروج? لا بيعمل تلاتة في الدخول وثلاتة في الخروج وبيحولهم الى توصيل اللي اسمها توصيلة ن. طيب هنشوف الشكل ده نعمله ازاي? نشوفه مع بعضينا. انا هفترض معاكم ان عندي الشبكة بتاعتي ادي واحد وادي اتنين وادي لاين تلاتة. مع بعض كده ادي اول نقطة هي. وادي النقطة التانية. وادي النقطة التلدة. يوه دول كده لايه? التلات اسلاك اللي هم جايين اصلا من شبكة اللي هم بنسميهم الار والاس والتي. او في ناس تانية بتحب بتسميهم لاين واحد لاين اتنين لاين تلاتة. التلات اسلاك دول اللي انا اخدتهم بابدأ اركب عليهم محول طيار. ازاي? في الاول بحط مصهر على كل خط للحماية. وادي على الخط التاني. وادي على الخط التالت. طيب انا هنحطيت مصهرات للايه? حطيت مصهرات للحماية. ثم بعد ذلك دايما وابدا بيبقى موصل حولات الجهد النجمة. فهنقفل دول على بعضيهم. وهنخلي الملفات دي متوصلة مع بعضيها نجمة. يبقى ادي الملفات الابتدائية. اصبح عندي كامها? اصبح عندي تلات ملفات ابتدائية. طيب. نرجع تاني ونقول اهو ادي الملف بتاعي اه موجود مع حضراتكم اهو. ملف. اتنين تلاتة. يبقى انا عندي هنا تلاتة ابتدائي وعندي تلاتة سنوى. تلاتة ابتدائية وتلاتة سنوى بدل ما كنت باستخدم اتنين. هل دي فيها ميزة? او طبعا. ميزة ان انه يكون عندي تلات ملفات ودي حاجة هتاخدوها ان شاء الله في سنة تلتة في حاجة اسمها التوافقيات. التوافقيات دي بتبقى عاملة زي شوشرة موجودة في الطيار. فوجود النجمة او وجود التلات ملفات دي يكون افضل بالنسبالي. وبالتالي اقدر اه احصل على موجة نقية للطيارة. تمام? نرجع على موضوعنا تاني. اه ونقول مع بعضينا ان انا خارج مني عندي طرف اتنين تلاتة. بدخلهم على المفتاح بتاعي. ادي نقطتين. ادي نقطتين. كده اربعة. وادي نقطتين كمان يبقوا كام? يبقوا ستة. نقفل الاتنين دول مع بعض. ونقفل الاتنين دول مع بعض. ونقفل الاتنين دول مع بعض. يبقى ستة نقاط اتحولوا الى ثلاث مجموعات. تمام? المجموعة الاولى تاخد اول طرف. المجموعة التانية تاخد الطرف التاني. والمجموعة التالتة تاخد الطرف التالت. كويس? عندي هنا القسين. ما بين القسين عندي نقطة. والريشة بتاعتي اللي انا كنت بكلم حضراتكم عليه. هنا مظلل. وهنا مظلل. والريشتين دول او القسين دول باخد منهم الاطراف. واوصلهم على جهاز البولتاميتر بتاعي. تمام? يبقى اللي احنا غيرنا هنا مين شكل المحول بتاعي? حولناه الى محول عبارة عن تلات ملفات. نرجع مع بعضينا نقول النهاردة ان احنا اشتغلنا اه الرموز الكهربية والمصالحات الكهربية. وعرفنا اشكال المفاتيح والبريزة. اشكال المصابيح. البواط وشكل الطيارة المتردد وشكل الطيارة المستمر. دخلنا على اجهزة القياس. وعرفنا مع بعضينا ازاي نتعامل مع اجهزة القياس المختلفة. وقدرنا اه نرسم الجهاز او نوصله بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. وبالتالي ادرنا نرسم بشكل الجهاز بتاعنا في الحالتين. بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. نشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة